صحام الحدود الشرقية وأو الرياضي المصري ينهي أحد أصعب صباقات الترغير الموهدة بالعالم والنيابة العامة تحيل بلاغا ضد المقاول محمد علي إلا نيابة أمن الدولة العليا بتهمة الإساءة إلى رموز الدولة المصرية تابعا أصدرت محكمة جنيات القاهرة اليوم أحكامها في القضية المعروفة إعلاميا في اقتحام الحدود الشرقية حيث عاقبت أحد عشر متهما بالسجن المؤبد منهم مرشد الإخوان محمد بديع ورئيس البرلمان سابقا الدكتور محمد سعد الكتبين كما صدرت أحكام بالسجن المشدد 15 عاما على ثمانية متهمين والبراءة لتسعة متهمين آخرين وتعود أحداث القضية إلى عام 2011 حيث آدانت المحكمة المتهمين بالتعاون مع متسللين من حركة حماس قاموا باقتحام الحدود لفتح السجون وإثارة الفوضى بالبلاد وكانت محكمة النقد ألغت العام الماضي الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات وتمت إعادة محاكمة في رئاسة المستشار محمد شريين فهم ويتضم إلينا عبر الأقمار الصناعية شريف الهلالي مدير المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني وحقوق الإنسان أهلا بك معي أستاذ شريف أهلا وسأل بك أستاذ القضية دي تحديدا لها وضع خاص من البداية خالص من أول مكان اسمها قضية الهروب من ودي النوترون وبعدين استلمها المستشار محمد شريين فهمي وبقى اسمها قضية الحدود الشرقية وشفنا فيها شهود بوزن مبارك وحبيب العدلي وإلى آخره إيه المختلف تحديدا في القضية دي عن غيرها من القضايا السياسية شوفي الأقضية دي أنا في تأديري أحد عناصر الاختلاف عن كل الأقضية المتهمة فيها قيالات الإخوان واللي وصلت العدد كبير من الأقضية بعد 30 يونيو ثم بيان 3 يوليو إن هي وقائحها جاءت في أيام أنا رأيي كان أيام فيها نوع من حالة الفوضى والسيولة السياسية في نصر بنكلم عن 25 أو 26 يناير بدأ أحداث الفظاهرات ضد حكم مبارك وحدوث الانفلاد في السجون وفي أول بعض الأخي يشير ليه إنه فتح السجون ده كان ظاهرة أو أوامر من بعض من وزير الداخلية الأسبق الوزير حيب العدلي والوحيل التهم فعله من القضايا ما كانش يعني عفو الخاطر في بعض السجون السجناء اللي فيها شعروا بالفوضى بدأوا يتعاملوا مع الوضع خافوا إنه يحصل لهم مضاعفات أمنية أو شيء من هذا النوع ثم هاجموا الحراسة والآخر لكن السجون أخرى زي ما حصل مثلا في الليمان تورا إنه مأمور الليمان تم قتله في ظروف غنضة وقيل معلومات أو اتهامات إنه تم قتله وإنه رفض فتح باب السجن من هروب السجناء لإحداث حالة من الفوضى الأمنية في مصر بعد أحداث صورة 25 يناير فإحنا بنتكلم عن حالة مش بس حالة هروب السجناء من ناضي النطرون أو غيره من السجون الأخرى لا كمان مسألة قتل المتظهرين في مدان التحرير والأماكن والميدين الأخرى القريبة زي وزارة الداخلية أو غيره حصل فيها نوع من أنه عشوائية الاتهام يعني ما فيش الاتهامات الموجهة للقائلات الأمنية حصل فيها نوع من التلاعب وفي حرائع حصل في مقر الحزب الوطني وفي مقر وزارة الداخلية الكاميرات اللي كانت قدام المتحف المصري قيل أنها تم موسيحة لأنه تم التسجيل عليها فبالتالي أنت كنت في لحظة يعني غمضة في التاريخ المصري وطاريخ السياسة المصرية فحتى كمان فكرة الاتهامات لحمانس أنهما جم وصاروا مئات الكيلومترات حتى سجن واضي النطرول لتهريب السجناء يعني هناك كثير من الشكوك حول هذه الاتهامات أنه أنت ما عندكيش لا صور واضحة تشبط هذا ما فيش أفلام فيديو ما فيش هي كلها اتهامات تم أولا يعني تم توجيهها للإخوان بعد 30 يونيور رغم أن الحدث أصلا حصل في 2011 يعني المجلس العسكري وقتها اللي تولى الأمور بعد 25 يناير ترك الموضوع بعد ما خرج قيالات الإخوان حتى أنهم فازوا في انتخابات مجلس النواب وفازوا في انتخابات الرئاسة 2012 ولم يتحرك في هذا الاتهام إلا بعد سقوط نظام الإخوان في 30 يونيو ثم 3 يوليو فأنت هنا في لحظة فارقة فيها كم كبير من الغموض مش بس بفكرة هروب السجناء من السجون لا كمان الأحداث الأخرى في ميدان التحريق وغيره من المواقع اللي كان فيها مظاهرات سياسية ضد النظام فبالتالي ده يشكك في الحقيقة في كثير من هذه الاتهامات خاصة في هذه القضية قيل النهاردة في الحكم أنه في عدد كبير من الشهود كان أغلبهم مسؤولين حكومين في هذا الوقت لكن أنا في تأديري هناك عدد من الغموض هناك غموض وعدد كبير من الشكوك حول الاتهامات الموجهة لقائلات الإخوان في هذا الوقت إذا كانوا هم خرجوا ممكن ده يبقى خيار طبيعي في هذا الوقت أنه في حالة الفوضى الأمنية ماذا يفعل السجناء وهم وجودنا في السجن هم يخافون أن يهاجموا من آخرين بالتالي ممكن يكون أحد الخيارات أنهم يخرجوا لأنه ما فيهش دولة بالحقيقة في الوقت ولا فيه أمن ولا فيه وزارة الدقلية ولا فيه حرص للسجن فأحد الخيارات لأي حتى ليس بس سجناء سياسيين سجناء الجنائيين كمان فأقول الله حضرتك فيه حالة غموض في هذه الاتهامات ما تقدرينيش تقولي أن الاتهامات متماسكة بشكل حقيقي فيه جزء السياسي في المسألة أنه ما تمش تحريك هذه الاتهامات إلا يعني تساب الإخوان سنتين من 2011 إلى حد 2013 لم يعجه لأي أحد منهم اتهام بشأن هذا الموضوع وثم بقى في إطال الخصومة مع حماس وغيره فتم توجيه كمان الاتهامات بالأفراد من حماس وأفراد من حزب الله أنهما جموة أين كانت الدولة طول هذه المسافة طب أستاذ شريف خليني أحكي لك جزء من الآل القاضي محمد شرين فهمي النهاردة خاصة أن أنت بتقول أن الموضوع مش متماسك لكن هو كان حكمه والدباجة اللي بدأ بها كانت متماسكة هو مبدئيا نتكلم بشكل مطول جدا عن جماعة الإخوان المسلمين وخليني أقول جزء من اللي هو قالوا أنهم ليسوا أصحاب قضية فكرية يتمسكون بها بل يسعون إلى تسييس الدين لتحقيق مكاسب سياسية وكمان أتكلم عن الرئيس الرحيم محمد مرسي وقال أن هو يستحق العقاب لأنه موجود الوقت عند ربنا وربنا هو اللي هيعقبه من الناحية القانونية أصلا هل القاضي يقدر يقول الكلام ده؟ هل المفروض القاضي يقول الكلام ده؟ شوفي أنا في تعدين أن جزء من هذا الكلام يحمل مضمونا سياسيا ويحمل رأيها سياسية من القاضي في حكمه ده كلام ممكن يقوله أي طهير سياسي في الدنيا ممكن من حق أن يختلف مع الإخوان وأفكارهم النظرية والسياسية إنما يتقال في حكم قضائي أنا رأيي أنه كان لازم الحكم يعني يلتنزل منصوص القانون فقط طبعا الكاسرين يعرف أن هناك خصومة بين جماعة الإخوان وبين المحتشار محمد شريم فهمي تولى عدد كبير من القضايا الخاصة بهم فبالتالي أنا رأيي أنه بعض الجمل لم تكن موافقة في مسألة أنه الدكتور محمد مرسي كان يستحق العقاب يعني هنا القانون بيتحدث عن سقوط الدعوة الجنائية بوافاة المفتهم وبالفعل بعد وفاة الرئيس الدكتور محمد مرسي منذ شهر فبالتالي ستسخل الدعوة الجنائية والحكم صادر تحدث عن هذه الجملة بالتحديد لكن أنه فكرة بقى أنه الدكتور مرسي يستحق العقاب أنا رأيي ده فيه شوية يعني تحمل على الدكتور الدكتور مرسي ومكانه مش في الحكم في الحقيقة يعني قد يكون القاضي رأي سياسي لكن لا يجب أن ينعكس هذا الرأي في مضمون الأحكام القضائية أو تأثر حتى بهذا الرأي السياسي وده فيه تأثير على عدالة المحاكمة ومدى إحساس المتهمين أنهم يتعرضوا المحكمة عادلة ولا ملحازة فبالتالي أنا رأيي لم يكن هناك توفيق في الجملة لحضرتك قرتيها الأخيرة إلى جانب أنه كمان المحاكمة كان فيها عدد من الانتهكات أو الاتهامات خاصة مسألة السوق الرعاية الصحية مسألة التعامل مع المحامين مسألة وجود المتهمين في قاعة زوجاجية ونصوطهم ما كانش واصل للمحامين فكرة الحق في الزيارة لأهالي المتهمين مثلا الدكتور محمد مرسي لم يتم زيارته إلا ست مرات خلال الأربع سنوات أو الخمس سنوات اللي ظلت فيهم القضية كمان فكرة فين عدالة المحاكمة في الحقيقة لما قضية زي دي تظل خمس سنوات يعني إذا كنا نتكلم أنه البطء في التقاضي ده في الحقيقة عبء على المتهم والمفترض أنه بدل ما يعد في فترات طويلة يتم محاكمته يتم التسعيب المحاكمة في إطار ضمان عدالتها مش فكرة السرعة وخلاص في الحقيقة كل دي أسباب وشكوى المحامين من التعامل معهم ونسحبهم عدد من المرات ثم تكليف محامين آخرين من قبل المحكمة أنهم يتولوا الدفاع عن الدكتور مرسي وقيلات الإخوان في الحقيقة حتى لما تقرني هذه المحاكمة بينما حدث مع الرئيس الأسبق الرئيس مبارك شتان في الحقيقة في كل حاجة حصلت من أول أنه أتيح لي أن هو يتحدث الرئيس مبارك أمام المحكمة بصوت عالي وأن المحاكمة كانت مزاعة تلفزيونيا لما تيجي تقرني بمحاكمة قيلات الإخوان والدكتور مرسي ما حصلش لم يتح للدكتور مرسي إلا أنه يتحدث آخر محاكمة وحتى لم تكن مزاعة فضائيا فالرئيس مبارك تم نقله إلى المتشفى المعادل العسكري طوال فترة القضايا اللي كان المتهم فيها هم وأربع قضايا بالتحديد فإندي هنا حتى يعني إذا كانت رئيس سابق وده رئيس أسبق فلماذا لا يتم التوحيد هنا في المعاملة وسماع كمان رئيس المحكمة يعني لما تقرني بين الحالتين لما تم التعامل مع الرئيس الأسبق مبارك والدكتور مرسي شتان برضو من حتى تحسي أنه فيه مساحة مش بس مع الرئيس الأسبق مبارك مع الوزير الحيبي العدلي والمتهمين في قضايا قتل المتزهرين عندما تقرني هذا بما تم مع الدكتور مرسي وأنا طبعا أنا اختلفت أنا قلت من ضمن المختلفين مع حكم فترة حكم الإخوان والدكتور الدكتور مرسي لكن لما نحاكم ناس في قضايا جنائية أنا أظن أنه كان فيه تعمد أنه القضايا المحكم فيها القيادات الإخوان يبقى في نوع من الأولى أنه يبقى قضايا كثيرة جدا يعني لا يلحقوش حتى فيه نوع أنه يخرج من قضية يأخذ مثلا براءة في قضية أو كده لا فيه أنه الزج بيهم في قضايا كبيرة حتى ممكن يبقى لبعضهم علاقة بيها طبعا فيه قضايا مسألة ما تم في المانيال وبين الصرياط بعد 30 يونيو ممكن يبقى لبعضهم علاقة بيها لكن بالآخر كل يعني كل القضايا تم إحالة المرشد العام وعضاء المكتب العام مكتب الإرشاد والآخر ممكن في حاجات ما هم موجودين أصلا في الحدث والواقع يعني هنا فيه جزء سياسي في الموضوع في الحقيقة يعني تم التعامل به مع جماعة الإخوان بعد 30 يونيو و3 يوليو هل من ناحية قانونية فيه درجات تقاضي أمام المتهمين المحكوم عليهم النهاردة شو هو من حقهم أنه هم يرفعوا دعوة بالنقد ضد هذا هذا الحكم لأنه قانون قانون إجراءات الجنائية يتيح للمتهم أنه يرفع طعن طعن بالنقد أمام المحكمة أنه هم بيتم محاكمتهم من سنة من 2014 ليهم درجة أخرى من درجات محكمة النقد تمام طبعا فيه تعديل جديد أظن أنه لا ينطبق عليهم لأن هذا التعديل صدر بعد أحالتهم للمحكمة أنه محكمة النقد إذا قام بالحكم بنقد الحكم الصدر ضد المتهمين أمام محكمة الجنايات هي اللي بتنظر الدعوة بشكل عام مرة أخرى لا تخيلوا بقى لمحكمة الجنايات لأخرى محكمة الجنايات زي ما كان موجود قبل التعديل فأنا هم من حقهم أنه هم يرفعوا دعوة يرفعوا دعوة بنقد الحكم مرة أخرى من أشكركم تمعنا عبر الأقمار الصناعية شريف الهلالي مدير المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني وحقوق الإنسان شرفتنا شريف مائة وواحد وسبعون كيلو مترا في جبال الألب هذا هو الإنجاز الرياضي غير المسبوق على المستور المصري الذي حققه العداء إسماعيل الدوودي إسماعيل هو أول مصري ينهي صباقة يوتي أم بي أحد أشهر وأصعب صباقات الطرق غير الممهدة في العالم والذي أنهى في حوالي ثمانية وثلاثين ساعة شملة المشي والجري عبر ثلاث دول في فرنسا وإيطاليا وسويسرا نشاهد جانبا من أحداث هذه الرحلة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر وينضم إلينا من برلين العداء إسماعيل الدوودي وينضم إلينا أيضاً عبر خدمة سكايب من برلين على علي عضو فريق العداء إسماعيل الدوودي أهلاً بكم أنتو الاتنين ألف ألف مبروك ألف مبروك وإحنا فخورين تأكيد بكم وألف مبروك يا إسماعيل كونك أول مصري ينهي سباق TMP ترجمة نانسي قنقر يعني مش عارفة إحنا حقيقي سعداء وفخورين بكم أول مرة مصر اتحقق الإنجاز ده خليني أبدأ معك إسماعيل في البداية ممكن تشرح بس لأستاذ المشاهدين اللي ممكن يكونوا ما بيعرفوش السباق ترجمة نانسي قنقر وإيه هو ممكن تدعم شوية تفاصيل عنه بشكل عام طيب مبدعيا سباق UTMP هو واحد من أصعب وأشهر السباقات في تريد رانينج هو عبارة عن 171 كيلو أكتر بشوية من المئة ميل السباق بيبدأ من مدينة شامونيب فرنسا وبيتحرك من فرنسا لحد إيطاليا وعليين من إيطاليا لسويسرا ويرجع تاني لفرنسا ومش بس 171 كيلو 171 كيلو عندما فيه 10 تلاف متر مطالع ومنازل في الجبال في طرق وعيرة ومنحدرة جدا والسباق بيبدأ حوالي ساعة 6 بالليل يوم الجمعة آخر جمعة في أغسطس كان بدأ الجمعة الأسبوع اللي فات وبمعظم الناس اللي بتجري في السباق بتضطر أن هي تقضي ليلتين كاملين بيجروا على رجلهم أو ماشيين ودي من أصعب حاجات السباق أننا بنبدأ متأخر فنطر أن نبدأ صحيحين فترة طويلة طيب خليني كم تقول السباق بيشارك فيه حوالي 89 بلد أو دولة ودي أول مرة أحد مصري يكمل أنا بقالي تقريبا ست سنين أول مرة شاهدت السباق وأنا عندي الحلم ده أنا أدخل وأكمل السباق وأخيرا الحمد لله يعني بتوفيق ربنا وفي صحابي جنبي في السباق والتمرين والحمد لله كملتين الحمد لله إحنا بنعرض على الشاشة خريطة السباق ما بين الدول الثلاثة علاء زي ما بيقول إسماعيل وهو الحقيقة مش أول مرة يشيد بالفريق بتاعه ألف مبروك لكم وشكرا لكم بلكم وشكرا لدعمكم مش أول مرة يشيد إسماعيل بالفريق بتاعه ويقول إن هو للا ما كانش هيقدر يكمل لنهاية وأنا واثقة في ده بس ممكن تحكي لنا الفريق دوره إيه بالظبط الفريق إحنا مسؤولين عن ترتيب وتنظيم أي حاجة مالهاش حلقة بالجاري نفسه مسؤولين عن الدعم الدعم النفسي الدعم المعناوي الدعم المادي الجاري في الجبال مش زي الجاري في الشارع لا بيحتاج معه بيحتاج معه بيحتاج معه بيحتاج لبس معين بيجي عملنا ليل ونهار ليل ونهار بيحتاج بيقام لبس معين على حسب هو لما قابلنا في اليد ستيشن إحنا بنقابله في 5 أماكن أول محطة بنقابله فيها في فرنسا بعدين محطة في إيطاليا بعدين محطة في السويسرا بعدين محطتين في فرنسا تاني الفكرة إن إحنا كل محطة بنستنى وبنبتدي نشوف إيه الحاجات اللي هو محتاجها ومن المحطة اللي إحنا فيها للمحطة الجاية نتأكد ان هو نفسيا جاهز من يطلع الجبل تاني متأكد ان هو بدنيا ومعنا الفريق الطبي لو في اي حاجة بنتأكد ان هي يعني تأكد رجلي سليمة معنا سبير كوتشي سبيرك اي حاجة معاه معنا سبير منها مع جهة جي بي اس مع الهيد لايت بتاعته مع الاسفير تاعت فيكين بول ومعنا برضو نحن في الطريق بنحاول نعمل ادتينج الفيديوز متوفيشنال ان هو بحيث ان نتحمسه انه لما ييجي يطلع الجبل يبقى عنده حاجة حماسية ويبقى مستني الفيديو اللي بعده بنجمع فيديوهات من كل اصحابه ونعد نجمعها على بعض بحيث انه يبقى ينزل من الجبل يبقى مستني تاني اللي حصل انه بعد ما وصل عند سويسرا عند الكيلو حوالي 125 كان بيجري بقاله حوالي اكتر من 24 ساعة اسماعيل نزل لنا هو بيقول انه كان التعبير بتاعه زومبي وانا كانت تعبان جدا وحسيت انه قلت الهاني هنيزملنا في الكرو قلت له يا هاني انا دلوقتي يعني خلاص احنا عملنا كل حاجة يعني عملنا الفيديو جهزنا كل حاجاته يعني بس دلوقتي مفيش مش عارفين نعمل ايه عشان نتأكد انه هيتطلع الجبل وينزل لنا تاني فكان قرار عشر دائق كده وديسكشن ما بيني وبين هاني ان انا هكمل مع السباق لبست وخدت تريكينج بول وكان فاضل 45 كيلو ده اكتر من ماراسون وكان فيهم حوالي 3000 متر مطالع حوالي 14 ساعة في الجبل وانا ما كنتش اصلا مستعد انا كل ده انا مفروض ان انا هرام شوية واستنى بقى في المخطة اللي بعدها لقيت نفسي في عشر دايق طالع الجبل بس وطلعت مع اسماعيل وكان من الناس بقى للاخر بصراحة كانت احسن القرارات اللي خدتها في حياتي طب يعني اسماعيل علاء بيقول ان انت بعد 125 كيلو كان هو ابتدى ايه لعليك نفسيا انا مش عايز اقولك ده رقم كبير جدا انا كان بعد 3 كيلو هيحتاج انه هو يدعمني لكن 125 احكيلي عن التجربة الشخصية بتاعتك يعني في 125 كيلو وفي اخر وفي باية الكيلوات لغاية لما وصلته 171 كنت بتفكر في ايه وانت ماشي هل كنت طول الوقت بتقول ان انت هتكمل هل في لحظة عادت عليك قلت له والله يا جمعنا عايزة روح بيتنا يعني كان ايه الموقف في الزب تحكيلي والله السباق بدأ كويس جدا يعني انا كنت متوتر جدا قبل السباق وما نمتش حتى الليلة اللي قبلها ومش عارف يعني كنت متوتر يعني مع ان المفروض ان السباق بيبدأ متأخر فمعاي وقت كتير انام قبله بس يعني نمت بكتير 4-5 ساعات وده قال لاني اكتر لان انا عارف ان انا هبقى صاحي وقت طويل بس الحمد لله يعني بدأنا كويس السباق وطبعا كان عندي كذا خطة لاني عارف السباقات اللي في الجبل الجو بتغير الواحد ممكن حالته الصحية او البدنية تتغير ممكن يحصل اصابة ممكن عضلة مسلا توجعني يحصل بليسترز حاجة ممكن تعيق ان انا قدر اكمل في الخطة اللي انا عايزها لازم اكمل السباق خصوصا ان انا فيه سباقين دخلتهم السنة دي وحصل مشاكل فيه سباق كنت تعبان فيه وفيه سباق حصل لي اصابة فيه فطريت ان انا انسحب منهم لكن ده دي كانت اول مرة وكان عندي اصرار ان انا اكمل فكان اخر يعني اخر فول باك لان انا لازم اكمل يعني حتى لو ما كملت الشلوات اللي انا عايزه بس لازم اكمل بدأنا السباق كويس وكنت يعني ماشي كويس جدا لحد طبعا بعد ما عديت اول ليلة وصلت مثلا لكيلو ثمانين ودي كانت تاني مرة قابل فيها علاء والفريق بتاعي كان ال كنت بدأت اتعب شوية وخلاص كان مع بداية النهار التاني بعد حوالي 14 ساعة جاري وكنت خلاص تعبان جدا بعدين علاء وراني فيديو كده من كل صحابي الناس اللي انا يعني الورايبين والبعاد يعني من كل حتة في العالم كله بيشجع وكله بيحمس نسيت كل حاجة طبعا وانطلقت تاني والموضوع حمسني جدا طبعا الواحد يعني زهنيا بدنيا كده كده بتعب بس زهنيا يعني لما المخ بينهار خلاص يعني بيقول لك وقف وما بتبقاش هادر تكمل فدي ده اكبر دعم او اكتر حاجة فعلا بمحتاج لها في السباء في المحطات دي وهما فعلا عارفوا ازاي يعملوها بطريقة مبهرة يعني ابروني وفاجوني جدا بعد كده بدأت بدأت اطلع تاني وكملت وجو بدأت يحرر شوية ومع قلة النم وقلة الاكل يعني ما كنتش باكل كفاية كنت بحاول ان انا اوبتمايز شوية في الاكل بحيث ان انا يعني ما بقاش تقيل في الجري وكده بعدين جت في مرحلة كده بدأت ان انا قطعت شوية وجالي شوية بليسترز في رجلي فحسيت ان انا مش قادر اجري بسرعة على المنازل والسباءات دي المفروض ان انا يعني المطالع معظم الناس بتاخدها ماشي حتى الناس الاليتس والمحترفين ومفروض ان انا باجري على الفلات والمنازل وهو ده اللي بيدمن ان انا ده رأخلص وقت كويس فلما وصلت للمحطة العلاق بتكلم عليها يعني كان فيه منزل طويل قبليها ده المنزل ده عور لي رجلي شوية وتعب العضلات طبعا فكنت شبه منهار نفسيا وتعبان طبعا مع قلة النوم وكده طبعا مراني اراني فيديو تاني فيه تشجيع تاني وقرر ان هو يطلع معايا وقال لي لا انا مش هسيبك وفعلا يعني مش عارك بتعامل اي من غيره بس طب احكيلي يا اسماعيل يعني انت بتقول انا كنت بعد نفسي نفسيا قبل ما تجري السباق قبل ما يعني لما قررت ان انت هتخوض السباق ده ازاي بتعد نفسك نفسيا وذينيا ان انا والله يا جماعة احتمال ماكلش ومانامش وقالت بـ 71 كيلو ايه الاخر ازاي بتعمل عملت ايه هو ده مش اقول سباق انا جري يعني انا عشان اصلا عشان اتأهل السباق ده محتاج ان انا اجمع زي ومحتاجة ان انا اجري سباقات تانية يعني بنفس صعوبة بس مش نفس المسافة ومش نفس الوقت فانا جريت السنة اللي فاتت ثلاث سباقات ومجري من 2014 سباقات طويلة وبالتدريج بدأت اعلم مسافة لحد ما اطول مسافة جريتها 120 كيلو واطول وقت جريته كان حوالي 23 ساعة لحد ما يعني بيتجاهز يعني على اقل ذهنيا يعني بدنيا طبعا بتمرن دي فترة قبل السباق قعدت من اول السنة او من السنة اللي فاتت حتى من بعد ما خلص السباقات الطويلة بتاعت الكواليفكيشن وانا بتمرن للسباق اخر بعد رمضان السنة اللي فاتت اطول فترة اتمرن فيها تعريبا في حياتي كنت اتمرن من حوالي 20 ساعة في الاسبوع بوصل بالميليج بتاعي 150 كيلو في الاسبوع جري ومعهم عجل كمان يعني في حياتي الاسبوع طبعا عشان انا بشتغل ماكسما من 8 ل 10 ساعات وبعدين ازود كمان 10 ساعات في الويكند ومعهم عجل في مرات يعني ممكن اطلع جريها كاملة الوحدي في غابة كده بسيطة ببرلين يعني هي منطقة صغيرة جدا بفضل اجري فيها طالع نازل 30 مرة مثلا لمدة 8 ساعات او 10 ساعات وبعدين كمان بعمل عجل بحيث ان انا مره نفسي زينيا دي طبعا حاجة صعبة ان انا اعمل كده الوحدي او او مملة كمان فكنت بحاول ان انا مره نفسي زينيا ان انا استحمل المجهود ده في السباع خلينا يسألك بعض ازاي ولا اتعرف بعض من قبلها احنا وصلا انا اسماعيل اشتغلنا بعض في كذا حاجة قبل كده زمان ايام الجامعة من حوالي 10 سنين وهاني برضو معنا كانت معنا ايام الجامعة واسماعيل انا عرف طبعا اسماعيل بيجري وكنت انزل معه ساعات في التمرين تفرج عليه طبعا اجري معه شوية بعد شوية بس اسماعيل انا عرف طبعا يوتيم بي وكل سنة بصراحة بحبت تفرج عليه على اليوتيوب وكان نفسي من زمان ان اتفرج على حاجة زي كده هو لما اكلمني من سنة قال لي ان هو خاص قرر السنة الجاية يدخل وجمع الوصول يعني دخل ثلاث سباقات المفروض محتاج 15 فبيحتاج يدخل ثلاث سباقات كل سباق حوالي 100 كيلو فهو في خلال طبعا 14 لقيت واخل ثلاث سباقات وخلصهم وخد وقال لي انا خلاص عام الريجستر وانت لازم تكون معاي في التيم بقى الاخر السنة كلام ده كان حق يعني الاخر السنة اللي باتت او بداية السنة السنة دي بس ومن ساعتها بقى وانحنا كل ما تخيل لنا السباق كل ما تخيل اسماعيل هو بيعدي الفينش لاين كأول واحد مصري يعدي وبسرعة كنتمستعد نعمل اي حاجة عشان اليوم ده اللحظة تحصل الف مبروك ومرة احنا فعلا فخورين بكم نتمنى لكم التوفيق يعني ان شاء الله في السباقات القادمة واكيد كل مصر فخورة بكم وانا بدعو كل المشاهدين اللي بتفراجوا علينا دلوقتي انهم يتبعوكم انهم يشوفوكم انهم يشجعوكم ويدعموكم كنت معنا من برلين علاء علي عوض فريق العداء اسماعيل الدوودي وكان معنا ايضا من برلين العداء اسماعيل الدوودي الف مبروك مرة تانية اسماعيل نخرج معكم لفاصل وانعود استثمار فقراتنا ابقوا معنا اهلا بكم من جديد قرر النائب العام احالة البلاغ المقدم ضد الفنان محمد علي صاحب شركة املاك للمقاولات الى نيابة امن الدولة العليا وذلك على خلفية نشره مقاطع مصورة لما قال انها وقائع فساد واهدار للمال العام بالانشاءات التي تشرف عليها الهيئة الهندسية للقوات المسلحة ويواجه علي اتهامات بنشر اخبار كاذبة بغرض الاساءة لمؤسسات الدولة واطارة الرأي العام وغيرها من التهم وقبل ساعات نشر محمد علي فيديو اخر وجه في اتهامات جديدة للرئيس عبدالتاح السيسي باهدار المال العام على حد قوله نشاهد المزيد من التفاصيل مش عارف مليين فقر قوي وبيجامل واحد صاحبه في قندق معدل اتنين مليار انا عايز اكتلم النهاردة على المشروع الشوايفات المتسدد فيه في الخسارة بالرهيبة اللي حصلت بالشركة جالنا مشروع حيتعمل في حتة اسمها الشوايفات اقامة فندق اسمه تريامف التجمع الفندق تريامف ده تابع للمخبرات الحق وكان مدير الفندق اللي هو عشريف صدر اللي هو تريصة واحدة قالوا لي انه هو كان الانتين عبد الفتاح السيسي والراجل عمد رؤية عايز يعمل فندق في الشوايفات محمد علي لازم بكرة صبح بودم معدات ولازم تحفره الارض لازم اللي هو الشريف يفتح ملكونة يلاقيك شغالين في الحرف عشان يكلم رئيس الجمهورية يقول بالفعل ان الهاء الهندسية اشتغل وينضم إلينا عبر الأقمار الصناعية محمد عادل سليمان المحامي والحقوقي وينضم إلينا من واشنطن محمد حسين عضو مجموعة الدستور الموازي ألم بكم معايا شرفتوني وأبدأ معاك محمد عادل سليمان محمد خلينا نبدأ من آخر الأحداث النهاردة في محامي قدم بلاغ للنائب العام والنائب العام بالفعل خد خطوة وحرك البلاغ وبعته لنيابة أمن الدولة والموضوع تحرك في محامي وفي نائب عام وفي نيابة أمن الدولة وإلى آخره قانونا محمد عادي هل ارتكب فعلا جريمة هل هو عمل أي حاجة مختلفة للقانون ما بقاش كلمة قانونا دي عشان النائب العام أصلا مالوش علاقة بالقانون يعني للأسف احنا بنشهد في الفترة الأخيرة تغول كبير من السلطة التنفيذية على السلطة القضائية فرغت النيابة العامة من دورها النيابة العامة اللي هي ويمكن الكلام ده بعيده للمرة مش فاكر كام على نفس الشاشة النائب العام ينوب عن عموم الشعب المصري في التحقيق في الجرائم للوصول إلى تحقيق العدالة وإرساء العدالة في المجتمع وتطبيق القانون فهو بينوب عن المجتمع مش بينوب عن السلطة التنفيذية احنا دلوقتي قدام وقائع في شخص ما ربما يكون كاذب ربما يكون صادق بيتكلم على أشخاص محددة وعلى وقائع محددة ليها علاقة بفساد في أوجه صرف المال العام بتكلم على قناة السويس بتكلم على وفاة والدة رئيس الجمهورية بتكلم على أسماء محددة لبعض قيادات أو أفراد القوات المسلحة بردبتهم اللي هو فلان الفريق فلان العقد فلان بأسماء الوحدات اللي هم بيخدموا فيها بمناصبهم الإدارية يعني كلام محدد بوقائع محددة إذا كان النائب العام ينوب عن عموم الشعب المصري فواجب عليه التحقيق في هذه الجرائم إذا كان النائب العام ينوب عن السلطة التنفيذية فطبعا هيوجه لمحمد علي أو غيره من الناس اتهامات لها علاقة بإشاعة الكذبات وهو ده كلام مش أول مرة يحصل يعني فكرة نائب العام نائب العام يواجه اتهامات نائب العام يعني دلوقتي فيه شخص مواطن جاء قال والله يا جماعة فلان الفلان وفلان الفلان في المنصب العلني عمل كذا وفلان الفلان كذا وانا عملت معهم كذا وانا كنت معهم النائب العام نفسه يعرف منين دي أكاذيب ولا مش أكاذيب قبل ما يحقق في الوقائع نفسها ويشوف الأشخاص دي نفسه يفتح تحقيق يا سلمة احنا ما بنقولش النائب العام يسلم بكلام محمد علي ولكن بنقول ان دولة القانون اللي فيها النائب العام بينوب عن عموم الشعب المصري في تطبيق القانون واحترام مبدأ سيادة القانون واجب عليه فتح سين وجيم في هذا الكلام تقولي ان محمد بيروك شائعات لان الشائعات بتطول رأس الدولة بتطول أفراد بإسمائها حماية لهذه الأفراد النائب العام يفتح تحقيق فيبين ان الناس دي ان الرجل ده كذاب او ان الناس دي فسد يعني في النهاية في امريكا لما كان فيه كلام حوالين فساد في وزارة الدفاع جاء قيادات كبيرة جدا في التمانينات وكانت اكبر قضية فساد موجودة فساد بعض او قيادات اي مؤسسة لا يعني فساد المؤسسة كلها ولا يعني فساد الدولة ولا يعني نيار الدولة يعني ان انا فاسد فمعناه ان انا فاسد مش المكان اللي انا شغال في فاسد طب لو احنا بنتكلم عن الجيش عن القوات المسلحة وعندنا بعض الافراد ضعاف النفوس داخل القوات المسلحة ربما يكونوا تورطوا في اللي بقولوا علي محمد علي اعمل تحقيق فيقول اه فعلا دول تورطوا ودول الناس وحشة وهنشلهم عشان المؤسسة دي شريفة وقوية وهي اللي بتحمي مصر او نقول لا الناس دي ابرياء والراجل ده ظالم ومفتري وكذا وكذا لكن ان النائب العام يكون بينوب عن السلطة التنفيذية ففقط يحرك الدعاوة والبلاغات المتعلقة بادانة المعارضين او الخصوم السياسيين والمرة دي الخصوم في تقسيم التركة يعني دي خناءة لصوص في النهاية دي خناءة على فلوس مش خناءة على حريات ولا خلافه لكن احنا النائب العام طول الوقت في الحريات بيحرك البلاغات ضد الناس اللي بتسوئ رئيس الجمهورية لو طلع حد يتكلم على ان الدستور تعديله ده مخالف فبيتحبس لانه بيروج إشاعات وبيلل بنظام الحكم لو ناس قرروا يعملوا اجتماعات علشان ينزلوا الانتخابات السنة الجاية فهيتعمل ضدهم قضية اسمها قضية تنظيم الأمل وهم بيعملوا حقهم الدستوري لكن لو في حد نتكلم على فساد قيادات الدولة فهيتحبس برضه يعني اي حد هيتكلم سواء في التخطيط للمستقبل هيتحبس في أفكار سياسية هيتحبس في مهاجمة رأس الدولة هيتحبس هل فعلا حصل قبل كده في الجيش الأمريكي قضايا فساد ولما حصل ازاي تعمل الرأي العام والإعلام الأمريكي معها مساء الخير يا سلامة شكرا على دعوت حضرتك بس فيه دايما اشتبك كده أنا بحب أفضيه اللي هو أعمل فرق الأول عشان خاطر ما بقاش فيه إسقاط بين مقارنة بين أمريكا كدولة فيها هيكل حكم بيساعد على محاربة الفساد ومحاسبته ودولة زي مصر الكود التشريعي أصلا هو مبني على السمح يعني أنا أنا بفكر وإحنا بنتكلم عن النائب العام وبنتكلم عن القضاء وكذا القاضي في النهاية له قانون هيحكم به القانون ده بينتجوا مجلس الشعب يعني كنواب عن الشعب هم اللي بينتجوا القانون فأنا لما أروح ألاقي أن القانون بيسمح بأن الجيش يمتلك أن الجيش يكون له جزر أن الجيش يكون له الحق في الأمر المباشر أن الجيش فأنا على حسب القانون المصري اللي هو المهترق الجيش ما عملشها غلط ليه بقى؟ الغلط أصلا أن أنت سمحت أن الجيش يمتلك اقتصاد أنا وأنت والراجل صاحب الورشة والراجل صاحب الفرن والراجل صاحب الشركة والراجل صاحب كذا كل دول كقطاع خاص بيقطعوا من جيوبهم ضرائب المفروض انها بتكون مقابل خدمات كتصديق لمبدأ السيادة اللي هو مبني عليه امريكا ده فلوس دفع الضرائب ما بيقولوش مال عام ما بيقولوش مال الشعب ما بيقولوش مال الناس كل دي مصطلحات مطاطة ما فيش حاجة اسمها مال دولة هو مال مقطوع مني ومن سيادتك ومن الناس اديناها في الموازنة اللي بيقرها المفروض مجلس الشعب ودي الخدمات اللي احنا هنقدمها لكم مقابل الفلوس دي اللي بيحصل ان فيه قوانين بتسمح ان مصلحة ما او هيئة ما او في حالتنا هنا مؤسسة الجيش تاخد الفلوس دي الفلوس اللي منجيبه منجيبك وتروح تعمل بها ملك ليها سواء في شكل فندق او في شكل كذا او في شكل كذا الوضع في امريكا مختلف الحكومة هنا ما بتملكش حاجة الجيش ما بيملكش حاجة الجيش ما بيعملش فنادق ما بيعملش ففساد القضية الفاسدة لو هو ده اللي احنا بنتكلم عنها اكبر قضية فساد حصلت في امريكا بالنسبة لوزارة الدفاع لا بسي محمد قبل ما توصل للنقطة ضيئة كنت بتقول الجيش نهوان لا يملك ما بيعملش مشاريع لا يملك مشاريع ما بيعملش اوتلات ما بيعملش فنادق ما بيعملش صلاة افراح ما بيعملش الى اخره ايه الفرق لان الناس نهوان بتقول لا الجيش الامريكي بيعمل مشروعات وبيبني سدود ومش الجيش الامريكي فقط ده فيه جيوش كتير حوالين العالم والجيش اللي بيعمل القوات المسلحة في مصر ما بيعملش اي حاجة مختلفة عن اي قوات مسلحة اخرى في مكان اخر فبما انك ذكرت النقطة دي ريت توضحها هو ما فيش حامة ما فيش هنا الجيش ما عندوش مشاريع تربح عشان بس نقفل المخمطة اللي بتحصل دي ده كله كلام معاك وكلام مصاطب عشان نكونوا واضحين في الصورة جيش امريكي يمتلك فندق يمتلك صناعة شيء بيتربح منه ده مش صحيح انت اللي بيحصل اي الحكومة اي حكومة سواء جيش او غيره بيكون عندها في الموازنة بيطلع لها فلوس في مشاريع بتنفس دي اللي بتنفسه عن طريق المتعاقدين المفروض اللي بيبقى تعاقد اللي بيبقى فيه بيدنج او فيه تنافس والكلام ده كله باجا اقول لنا عايز ابني المبنى ده مبنى حكومي فبيجي حدي ابنهولي فبيشرف على المشاريع دي اللي هي بتبقى زي بناية ملك الحكومة او طريق او سد او كذا انما بيتربح منه او هو اللي بيقوم بيه فعليا ده من الصحيح يعني ما فيش هنا شركة تبع المؤولات تبع الجيش الامريكي بتقوم بالمشروعات دي سواء هي ربحية او غير ربحية فده ده كلام فارث فيه خلط التاني قاعدة دفع الضريبة هي المهم ما بنتكلمش بيها في مصر انا ما عرفش ازاي بنتكلم احزاب وسياسة وحقوق وحريات واحنا ما بنتكلمش باهم لغة لغة الفلوس اللي هو الدرائب اللي بتتدفع منه اللي هي العلاقة الوحيدة اللي بيني وبين الحكومة بقول له خد الفلوس دي اعملي بسبور اعملي طريق اعملي تعليم اعملي صحة مش تاخد الفلوس مني طب ما انا اولى بيها يعني انت تاخدها مني تروح تعمل بيها فندق وتنافسني يعني انا كمان ما عرفش اعمل فندق كويس عشان بس انا عايز افصل في حتة محمد علي ده انا لو مكانه هو there are two sides for the transaction جزء اين للصفقة محمد علي جزء سليم من الصفقة كراجل صاحب شركة بيعمل اللي حصل ان احنا اللي فراتنا في الجزء التاني ان احنا سمحنا ان الجيش يمتلك فنادق ويمتلك اصول بيتربح منها وبيمتلكها والفلوس دي المفروض بتاعتك المفروض ان اللي بيعمل الفندق ده راجل قطاع خاص بيتعامل مع محمد علي ومحمد علي بياخد فلوس ويمشي انا دلوقتي سمحت ان انا الجيش ياخد الفلوس ويبني بيها اروح حلو محمد علي طب هم عامل ايه ولا هو ولا غيره هو راجل يعني مفردش في الصفقة في الجزء بتاعه من الصفقة انا اللي فردت في ضريبي القضية اللي بيقول عليها يعني اللي احنا بنتكلم عنها وفي معارضها دي لان كنت هذكرها قضية بقى ايه بتتكلم على حتة الدفع الضريبة اللي حاصل ان الجيش بياخد يعني جلو جزء من الموازنة بيروح يجيب بيها سلاح بيروح بيجيب بها كذا بيروح بيها ك كذا فيه متعاقدين بيصنعوا الشيء ده وده يعود علينا كنت بقوله الجيش نفسه ما بيصنعش بياخد الفلوس وفيه قوانين بتقول ازاي تعمل بيدنج او ازاي تعمل التنافس والحاجات دي والعطاءات وكذا 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 ففي واحد جاء مستشارة للجيش من المستشارين الكونسولتانس للجيش الامريكي قرب من احد المنافسين وقال له منافسين من المتعاقدين مع الحكومة وقال له انا عايز المعلومات اللي عندك وهتاخد فلوس مقابله الراجل خد بعضه وطلع على الاف بي اي وبلغ ويسل بلور والمفروض محمد علي ويسل بلور على فكرة يعني لو حنتحرك قضية في النائب العام ما يتهمش بيها محمد علي زي ما حضرتك زكارتي ما ينفعش تقول ان مفيش حاجة اسمها اصلا نشر اخبار كذبة انا مش فاهم ايه التومة الغريبة دي المهم كان خد الويسل بلوينج ده وبدأ تحقيق تاني هارجع اقولك لو النائب العام حقق هيكتشف ان المشرع سمح للجيش ان هو يعمل كده فانا مش فاهم القضية هتبقى على الجيش خلينا نسأل محمد عدد السليمان بما انك محامي زي ما محمد بيحكي ان قانونا ودستورا الوضع يعتبر قانوني يعني ما احنا بنسمح للجيش ان هو محدش يشوف ميزانياته غير رقم واحد في مجلس النواب فهل قانونا ودستورا فعلا المال دون يعتبر مال دفاع الضرائب ولا مال خاص بالقوات المسلحة هي حرة تتعامل فيه زي ما هي معايزة هل قانونا ودستورا فيه جهات رقابية المفروض تشوف المال ده بيتصرف ازاي تشوف المنقصات تشوف ازاي الرسل عطى على محمد علي وشركة املاك ولا غيرهم طيب احنا عندنا حاجتين قانونا ودستورا القانون بيسمح فعلا للقوات المسلحة بتملك والاستثمار في كافة القطاعات الحيوية والغير حيوية المدنية عندها عشرات الشركات عندها تقريبا تمن هيئات كبرى الهيئة الهندسية وهيئة الانتاج الحربي وهيئة الانتاج البحري وغلافه يعني من هيئات والقانون بيسمح لها بالاستثمار في المشروعات المدنية تحت حجة او زريعة استغلال طاقات القوات المسلحة في دعم الاقتصاد المصري ده اللي قاله القانون واللي قاله الدستورة من ناحية تانية تعالي نشوف بقى القوات المسلحة بتنظر لفلوسها ازاي ونشوف القضى بينظر للقانون ازاي اول نقطة القضى القضى على الرغم من عيوب القوانين الجسيمة الا انه بيرى نفسه شريك في الحكم وصاحب رأي في الحكم ويمكن اللي حصل النهاردة في الاحكام النهائية اللي صدرت صباحا اليوم اللي قال فيها القاضي سقوط الدعوة الجنائية عن المتهم محمد بورس العيات اللي هو رئيس الاسبق على الرغم ان هو يستهل العقوبة لكنه مات القاضي قال كده يعني القاضي بيبدي رأيه الشخصي على المنصة مع انه مفروض يتحدث بلسان القانون ولسان الشعب وليس برأيه الشخصي ومش محلل سياسي فالقضاء في مصر اسوأ من القوانين في مصر والقوانين سيئة يعني عندنا امور سيئة وامور اسوأ لانه الطبيعي ان القضاء يحاول ان يطبق هذه القوانين السيئة ويطلع افضل ما فيها لكن احنا عندنا المزايدة على السوق دي المقطة النقطة التانية الجيش ازاي بينظر الاستثمار بتاعه يا سلم في 2011 وبعد الثور على طول واثناء الازمة المالية في مصر الجيش عرض ان هو يدي مليار دولار لمصر الجيش عرض ان هو يدي مليار دولار لمصر حرفيا كده للحكومة المصرية وطلع وقتها اللي هو محمود نصر مساعد وزير الدفاع وقال نصا احنا عايزين نديكم الفلوس دي من مشروعاتنا ومشروعات الجيش هي عرق الجيش وان القوات المسلحة ستقاتل من اجل مشروعاتها السؤال هنا هتقاتل مين يعني وزارة الدفاع اللي عايزة تسلف وزارة المالية مليار دولار هتقاتل مين على مشروعاتها؟ هاتش عارف وقال لن نسمح للحكومة بالتدخل في مشروعات الجيش وإفشالها وده كلام موجود في لقاء متلفز يعني يعني مش محتاج اي مرجع ناس تخش على اليوتيوب وهتشوفوا يعني اللي هو محمود نصر فكرة ان الجيش يتكلم بمنطق عرق ده عرقنا اللي هو ايه يعني انتم مين عشان تبقوا بتعرقوا فبتدينوا فلوسينتوا اللي وقات ولا العساكر اللي هي بتعمل خدمة اكبارية للقوات المسلحة فبتعرق فانتم بتاخدوا فلوس فعايزين بعد كده تسلفوا الدولة المصرية فلوس والدولة تسدها لكم وكأنكم دائن خارجي وستقتلوا من أجل الحفاظ على هذه الأموال دي بقى دي اللغز ده الحدوتة الكبيرة أنا من تفهم على صديقنا لما يقول ما ينفعش نقارن مصر بأمريكا لاختلاف السياق فعلا في أمريكا دولة مؤسسات وزارة الدفاع تحت الحكومة وزارة الدفاع تخضع لرقابة الكونجرس لكن في مصر الجيش القوات المسلحة اللي هي بالأساس ما اسمها قوات مسلحة اسمها وزارة الدفاع اسمه وزير الدفاع ووزير الدفاع هو وزير تحت الحكومة تحت رئيس الحكومة لكن الوضع مختلف وزير الدفاع أصبح فوق الحكومة ودولة موازية عنده مشروعات ما بيدفعش عليها ضريب بالقانون ما بيدفعش عليها رسوم بالقانون لا تخضع لرقابة الأجهزة الرقابية بالقانون فكل دي مشكلة قانونية حقيقية موجودة الجيش بيشوف نفسه جهاز موازي ودولة موازية لدولة مصرية لكن على جانب الآخر القضاء أسوأ من التشريعات المتحدة النائب العام ما يقوم به الآن محمد حسين خليني أسألك يعني دايما ما بيتقال زي ما أنا ما قلت أن ميزانية القوات المسلحة دايما بنشوفها رقم واحد نحن ما بنشوفهاش النواب بيشوفوها رقم واحد لأن دي أسرار أمن قومي في أمريكا عندكم حل أي موازنة ميزانية صفقة بيعملها الجيش الأمريكي تعتبر أسرار أمن قومي محدش بيشوفها سلمة تاني أنا حابب أن أنا فرق بين حاجتين نحن بنتكلمش هنا تاني نحن بنتكلم عن فلوس دفاع ضرائب مظبوط مظبوط فالقضية اللي عندنا هنا مش قضية موازنة خلاص قضية حد خد فلوسي بدل ما يديني خدمة خدمة الدفاع في الحالة اللي زاد يقف على الحدود ويشارك في إنفاذ القانون وقلبها لخد الفلوس مني وراح اشترى بها حاجات تخصه هو دي قضية تانية خالص ملاحش دعوا بقى لرقم بند في موازنة دي منقشة بقى تاني ما فيش حاجة اسمها أنا أديك فلوس وما تقوليش أنت ستصرفها فيه جايز الطريقة والقاليات نختلف فيها بس في النهاية بيقى فيه لجنة في مجلس النواب اللي هو ممثل لنا بتقوم بالإشراف وبمنقشة الموازنة دي حتى لو في القواد المغلقة يعني في الغرف المغلقة ممكن مش هنطلع على التلفزيون وقول إن احنا هنشتري كذا وحنبني مفاعل كذا بس تاني اللقطتين مختلفين هنا دي لقطة بتتكلم عن فلوس درايب رايحة في خدمة ودي بتتكلم عن فلوس درايب رايحة لناس بتبني بيها أملاك ليها هي ده 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 ضرب المبدأ السيادة عشان كده أنا بقول إحنا لازم نبدأ يعني نلاحظ المصطلحات بتاعتنا ونفكها كويس بلاش نبدأ بلاش نقول مال عام ما فيش حاجة اسمها مال عام مال عام دي معناها مال سايب فلوس دفاع الدرايب الدرايب مظبوط ليه لأننا دفعها خدمة ماش فردة الفردة دي بياخدها البلطاجي يحطها في جيبه وبيعمل اللي هو عايزه حتى لو بيديني خدمة زمان كده أيام مع عصر مقابل القانون ييجي اللي هو بتاع الحارة اللي هو كان اسمه الفتوة بياخد مقابل اللي بيقولك الفردة دي عشان الانصياع فحالتنا احنا المفروض اللي بيحصل للحكومة هي اللي بتنصاع بتنصاع للبرامج الحزبية الحزب اللي هو الحاكم المفروض بتنصاع لي قوانين معينة بتنصاع لكذا بتقول إن أنا حاجة أعملك الخدمات دي فبقوله طب بتفضل فلوسها كويس؟ احنا بنشترك كلنا كأننا في أسوسياشن كده بندفع الضرائب ديات مقابل خدمة معانا بناخدها كلنا بدون أي تفرقة صاحبنا خدها وراح يبنبقى فندق طب ده اسمه كلام فبنحنا بنتكلمش بقى في أمريكا وضعها إيه وألمانيا وضعها إيه ورواندا وضعها إيه وبوطسوانا وضعها إيه دي دول كلها عندها رقابة وعندها مفيش عندها المشاريع الغريبة دي مفيش حاجة أسماء تاخد فلوس من جيبنا وتروح تعمل لك بها مشروع طب أنا عامل إيه طيب خليني في عجالة أروح لمحمد عدد سليمان وفي عجالة محمد يعني المعارضة المصرية قررت وقالت الكلام ده وقالت إن المشاريع دي وده إهدار لإيمان العام وعايزين نرغيبه إيه يا خيرو محد السماعة ليه محمد علي دلوقتي كل الناس بتشوفوا كل الناس بتفرغ عليه كل الناس عايزة تسمعوا الفرق الفرق ليه علاقة إنه ده رجل بيطلع يكلم ناسه وبيأكل كينتاكي يعني وبيقوله أنا جايب من تحته بتاع الفرق الجوهري بالنسبالي إنه محمد صلاح محمد علي أنا آسف استخدم الاتنين محمد فالواحد بتلغبط والاتنين بيحققوا حاجات حلوة بتفرح المصريين يعني إنه محمد علي استخدم لفظ بتأديري مهم جدا يعني ووصف رئيس الجمهورية بأنه هو مهيس ومليس وأنا بقول ده تحديدا عشان أوضح راجل جايب منين يعني الراجل بيكلم الناس العادية اللي في الشارع فكرة إنه الحاجة المليسة دي يعني يعني ده لفظ يعني تكنيكا اللي يعني صعب ليه علاقة بتربية الفراخ وإنه أنت تعرف فرخة مليسة ولا لأ أو بتاكل كتير أو قليل وتخنت ولا خست والفرخة المليسة دي اللي بتاكل كتير وقاعدة مكانها فبع عندها لغد وعندها أشياء مختلفة فراجل بيوصف رئيس الجمهورية بالوصف ده الناس هتشوفه في الشوارع أو في الحواري والناس اللي بتسمع المهرجانات اللي جايبها مليونات المشاهدات على اليوتيوب والساوند كلاود هتسمع له يعني لما احنا نطلع على الشاشة وملزقين كده ولبسين قمصان أو لبسين بدل وبنقول كلام مترتب في فرق فاحنا بقلنا ست سنين بنتكلم عن سيطرة الجيش على الاقتصاد وعن تعديل الجيش لكافة القوانين والأطر الحاكمة للاختصاد مش بس للسيطرة لكن كمان للسيطرة وللهروب من المسألة يعني عدلوا قانون المنصات والمزايدات عدلوا قانون حافظ الاستثمار عدلوا قانون العقوبات خلوا النيابة العسكرية هي المختصة بالقضايا المالية والفساد المتعلق به رتب الجيش للأسف انتهى الوقت بنشكرك لكن هو رجل على الله كده رجل جميل يعني كنت معنا عبدالأقمار الصناعية محمد عادل سليمان المحامي والحقوقي وكان معنا من واشنطن محمد حسين عضو مجموعة الدستور الموازي شكرا لكم شرفتونا شكرا لكم تبعاتكم لريدكم سعيدة بكرة أحلى بإذن الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة